بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي لأسابيع الماضية تناولنا الشكل الهندسي دائرة أخذنا مجموعة من الأهداف التعليمية حققنا معظمها تبقى عندنا الهدف رقم 6 وهو أن يحل الطالب والطالبة أنشطة الكتاب الدراسي إذا لليوم سنقوم بحل أنشطة الكتاب الدراسي دائما قبل أن نبدأ الحصة لا بد أن نذكر بالقوانين في المدرسة عندنا قوانين أيضا في الدراسة عن بعد هناك قوانين وأداب للدراسة منها الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة إحذار الكتاب والقلم والممحة عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك الحل مع المؤلمة ثم الجلوس بجانب ولي أمرك في مكان هادئ جلسة صحيحة حتى تستطيع التركيز مع المؤلمة في حل الأنشطة طيب نستعدين نبدأ نفتح الكتاب على أول نشاط نشاط رقم واحد نشاط رقم واحد المطلوب صل الدائرة الحمراء صل الدائرة الحمراء بما يطابقها عندي هنا دائرة لونها أحمر نبغى نشوف الأشكال اللي طابق هذا الشكل الهندسي الدائرة يلا ننظر لبقية الأشكال الهندسية ونحدد الشكل الذي يطابق الدائرة الحمراء ثم نرسم خط بينها وبين الشكل المناسب ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم في نشاط رقم واحد المطلوب صل الدائرة الحمراء بما يطابقها طيب نشوف في الأشكال الأخرى الموجودة هنا لاحظوا هذا الشكل دائرة إذن هو يطابق الدائرة الحمراء أيضا هنا عندي دائرة وهذا الشكل يطابق الدائرة الحمراء إذن وجدت شكلين دائرة هنا وهنا تطابق الدائرة الحمراء طيب ماذا عن هذا الشكل هل يطابق؟ طبعا لا ماذا عن هذا الشكل الآخر؟ أيضا لا نحن نريد فقط الدائرة إذن هذا هو الحل انتهينا ننتقل للنشاط الذي يليه نشاط رقم اثنان صل الساعة بالشكل المناسب لها هنا عندي صورة الساعة وعندي أشكال هندسية وصورة مختلفة أيضا أريد أن أحدد الشكل المناسب للساعة من بين هذه الأشكال الهندسية نفكر قليلا ونحدد ثم نرسم خطماء بين الساعة والشكل المطابق لها إذن نبدأ الآن الحل ثم نعود مرة أخرى قدنا لكم في نشاط رقم اثنان المطلوب النص للساعة موجودة هنا في الأسفل بالشكل المناسب لها من بين هذه الأشكال الهندسية أين وجدنا الشكل المطابق للساعة أحسنتم هنا هذا الشكل الصحيح الذي يطابق الساعة لأن الساعة على شكل دائرة وهذا هو الشكل الهندسي دائرة هل يوجد دائرة أخرى موجودة في هذه الصور؟ لا فقط هذا الشكل المطابق لشكل الساعة التي شكلها دائرة إذن وضعنا خط مائل بين الساعة والشكل الهندسي دائرة هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم اثنين تأكدنا من الإجابة؟ الصحيحة الموجودة الآن على الشاشة؟ طيب كذا انتهينا نشاط رقم اثنين نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه نشاط رقم ثلاثة أيضا سأقوم بقراءة السؤال ثم أعطيكم فرصة للحل ضع علامة صح على الشكل الدائرة إذن مطلوب فقط أن أبحث عن الشكل الهندسي دائرة من بين هذه الأشكال وأضع علامة صح يلا نبدأ نبحث عن الشكل الهندسي دائرة أين هو؟ ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم في نشاط رقم ثلاثة المطلوب أن نحدد الشكل الهندسي دائرة ونضع علامة صح أين وجدتم الشكل دائرة؟ أحسنتم هنا إذن سأضع ماذا؟ علامة صح أيضا هل يوجد دائرة أخرى؟ أيضا هنا دائرة إذن سأضع علامة صح أخرى هل يوجد أيضا شكل هندسي على شكل دائرة؟ نعم هنا في الأسفل أيضا دائرة أخرى هل نبحث هل يوجد دوائر أخرى؟ لا هذا ليس دائرة وهذا أيضا ليس دائرة وهذا الشكل أيضا ليس دائرة إذن عندي ثلاثة دوائر هنا وهنا وهنا إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم ثلاثة كذا أنهينا نشاط رقم ثلاثة نتأكد من الإجابة الصحيحة أنتهينا طيب ننتقل للنشاط الذي يليه نقلب الصفحة على نشاط رقم أربعة أربعة المطلوب حدد الدوائر في الصورة ثم لونها حدد الدوائر في الصورة هنا عندي صورة مهرج يمسك بكورة يمسك بوردة نبغى نحدد في هذه الصورة وين الدوائر ونقوم بتلوينها عدد اختار أنت أي لون تفضل أحمر أصفر أزرق أي لون أهم شيء أني ألون فقط شكل الدائرة نبدأ نبحث عن الدائرة ونلونها ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم الآن في نشاط رقم أربعة المفروض أن نحدد الدوائر في صورة المهرج ثم نقوم بتلوينها يلا خلونا نبدأ مثلا بصورة الأزرار هنا عندي شكل الزر هذا على شكل دائرة إذن سأقوم بتلوينه باللون الأحمر وهنا أيضا أحمر وهنا أيضا أحمر أيضا هنا دائرة كبيرة سألونها باللون الأحمر أيضا الكرة على شكل دائرة سألونها باللون الأحمر ها إيش بعد من الأشكال هذه موجودة على شكل دائرة الكور الصغيرة أيضا على شكل دائرة عندي ثلاثة كور صغيرة والصورة الكبيرة التي أقوم الآن بتلوينها إذن هنا عندي شكل هندسي دائرة وهنا أيضا شكل هندسي دائرة وأيضا هنا دائرة ها هل يوجد أخرى دائرة؟ نعم يوجد هنا أيضا دائرة أيضا الوردة داخلها على شكل ماذا؟ دائرة أيضا أنف المهرج على شكل دائرة بكذا لوننا الشكل الهندسي دائرة للمهرج وجدناه في الكور الصغيرة والكبيرة وأزرار أو الزي الذي يرتديه المهرج وأيضا داخل الوردة على شكل دائرة هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم أربعة انتهينا طيب ننتقل بعده لنشاط الذي يليه نشاط رقم خمسة المطلوب ضع خطا على الأشكال المماثلة لشكل الدائرة مجموعة أشكال عندي صورة رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يلا خلونا نبحث عن الشكل الذي يمثل دائرة ونضع أسفله خط ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم في نشاط رقم خمسة المطلوب أن نضع خطا على الأشكال المماثلة لشكل الدائرة خلونا نبدأ بالشكل هذا البيضة هل هي تمثل دائرة؟ شوفوا شكلها سأرسم حولها نعم إذن سأضع أسفلها خط طيب صورة الكرة الأرضية لاحظوا شكلها سأرسم أيضا حولها دائرة إذن مطابقة للشكل الهندسي دائرة أيضا سأضع أسفلها خط طيب نشوفوا الصورة الرقم ثلاثة هل هذه تمثل شكل دائرة؟ طبعا لا إذن سأترك الصورة رقم ثلاثة لأنها غير مطابقة للشكل الهندسي دائرة طيب نشوفوا البرتقالة سأرسم حولها دائرة إنها مطابقة لشكل الدائرة إذن سأضع أيضا أسفلها خط في الصورة رقم خمسة أيضا كرة سأرسم حولها دائرة إذن مطابقة سأضع أسفلها خط إذن وجدنا في الصورة رقم واحد واثنين واربعة وخمسة كل هذه الصور تمثل أو تطابق الشكل الهندسي دائرة لذلك وضعنا أسفلها خط في هذه الصور هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم خمسة طيب ننتقل لنشاط الذي يليه نشاط رقم ستة ضع الأشياء ذات الشكل الدائري في مجموعة واحدة هنا عندي مجموعة من الفواكه والخضروات نبغى فقط على شكل دائرة نضعها في مجموعة برأيكم الآن من هذه الفواكه سواء انفراولة موز بذنجام برتقال أي منهم يمثل شكله شكل الدائرة إذا وجدناه نضعه في دائرة كبيرة لنكون مجموعة واحدة يلا نبدأ ثم نعود مرة أخرى في نشاط رقم ستة المطلوب أن نضع الأشياء ذات شكل الدائري في مجموعة واحدة من بين هذه الفواكه والخضروات أين وجدتم الشكل الذي يطابق الشكل الدائرة؟ هل الفراولة تطابق شكل دائرة؟ لا، طيب ماذا عن الموز؟ هل يطابق شكل الدائرة؟ أيضا لا، والبذنجان؟ أيضا لا، طيب ماذا عن البرتقال؟ لاحظوا شكله، أيضا يطابق الشكل الهندسي دائرة عندي مجموعة من البرتقال لذلك سوف أضعها في إيش؟ في مجموعة واحدة لأنها مطابقة للشكل الهندسي دائرة أما الفراولة والموز والبذنجان لا تطابق الشكل الهندسي دائرة إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم ستة انتهينا؟ تأكدنا من الإجابة الموجودة على الشاشة؟ طيب ننتقل لنشاط رقم سبعة أحط الدوائر في مجموعة واحدة هنا عندي مجموعة من الأشكال الهندسية المطلوب أني أبحث عن الدائرة وأضعها في مجموعة واحدة يلا خلونا نبدأ ثم نعود مرة أخرى إذن لكم في نشاط رقم سبعة المطلوب أحط الدوائر في مجموعة واحدة عندي هنا مجموعة من أشكال الهندسية أين وجدتم شكل الدائرة؟ أحسنتم هنا أيضا هل يوجد شكل آخر يمثل دائرة؟ أين؟ ممتاز هنا أيضا دائرة وأيضا هنا دائرة إذن وجدنا ثلاثة أشكال الدائرة ماذا سنفعل؟ سنضعها كلها في مجموعة واحدة إذن هنا دائرة وهنا دائرة سأقوم بوضعها في مجموعة واحدة طيب ماذا عن هذا الشكل؟ لا هل هذا يطابق دائرة؟ أيضا لا وهذا السهم هل يطابق دائرة؟ أيضا لا لذلك وضعنا فقط الدوائر في مجموعة واحدة إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم 7 انتهينا نقلب الصفحة على آخر نشاط في درس الشكل الهندسي دائرة نشاط رقم 8 اتبع النقاط ثم سمي الشكل هنا عندي نقاط المفروض أني أرسم بتتبع هذه النقاط لأعرف هذا الشكل الهندسي يلا نبدأ نرسم ونتتبع هذه النقاط لنكتشف هذا الشكل ما هو نبدأ معا بتتبع هذه النقاط لنعرف الشكل الهندسي ها طلع عندنا أي شكل؟ الدائرة أحسنتم إذن رسمنا بتتبع النقاط ورسمنا شكل الهندسي الدائرة بهذا نكون أنهينا أنشطة الكتاب الدراسي للطالب بإذن الله في الحصة القادمة سنقوم بحل تمارين إثرائية لتعميم مهارة شكل الهندسي دائرة الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة من خلال تدريب الطالب سواء على رسم الدائرة واستخراجها من بين مجموعة من الأشكال الهندسية أو تلوين الشكل الدائرة أو قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على الأشكال الهندسية كانت معكم المعلمة أمل التمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة